اشتركوا في القناة والأخير هو أول الأنميات اللي اكتملن بهذا الشهر وهو اللي راح يسوي بمراجعة اليوم لكن قبل الأبديل لا تنسى اللي كذا يعيد بك الفيديو والاشتراك بالقناة لأن كل هذا يساعد قناتي أن توصل لعدد أكبر من الناس ويشجعني بالاستمرار وتقديم الأفضل ومرحبا متابعين محبي الأنمي فيديو اليوم ومراجعة أنمي أورنت أنمي أورنت هو أنمي من تصنيف أكشن خيال شونن صدر الشتاء سنة 2022 وعلى الحلقاتها 12 حلقة الأنمي سوى عن موانجي وهو من موسم واحد لحد الآن وتم الإعلان عن الموسم الثاني وراح يصدر بصيف هاي السنة سنة 2022 هذا الأنمي سويت بمجموعة فيديوهات بقناتي تقدرون ترجعون تشوفوهن والأنمي هذا من الأنميات اللي عجبتني القصة مالتاك بنفس الوقت ما حسيت بالإشباع الكافي بطرح القصة وهذا اللي هتعرفون أسبابه الفيديو اليوم قصة الأنمي تبتي من بعد 151 سنة من حكم الأوني هما كائنات ظهرت فجأة قد تكون جتي من عالم ثاني أو من مكان ثاني بالكون السحيق هذا الشيء ما عرفنا بالأنمي لكن اللي عرفنا أنه هالكائنات دمرت المدينة واستعبدت البشر والبشر القسمه إلى ثلاث أصناف الصنف الأول هم المقربين من الأوني واللي يعرفون حقيقة ووحشية هالكائنات لكن استغلوا قربهم من الأوني حتى يتسلطون على البشرية أما الصنف الثاني هم عامة الشعب المخدوعين واللي بمروا الوقت وتزييف الحقائق صاروا تابعين بصورة عميانية للأوني ويقدسوهم وحتى يشتغلون لأجل خدمتهم ويكرهون الصنف الثالث وهذا الصنف الثالث هم البوشي البوشي هم مقاتلين رفضوا وجود الأوني وحكمهم من الاستبدادي وقاتلوهم قتال شديد في كل مكان وعلى مدى الزمان واحتفظوا اكتراثهم وتاريخهم وتاريخ وحشية الأوني على لفاء فرقية توزعت بيناتهم بها خريطة للجسد صراع الطرفين مع أسماء ووحوش الأوني الأساسيين وصفاتهم واللي عرفت من هذا الأنمي أنه ذول الأوني قسميا القسم الأول هم الوحوش الأساسيين واللي يكون لهم طوريا الطور الأول يبينون كأنه حيوانات مشوهة عملاقة والطور الثاني لما يتحولون الوحوش ضخمة بقدرات عنيفة والقسم الثاني من الأوني هم مخلوقات وحشية هميا لهم طوريا لكن ما يصير بأي اختلاف قوي هالقسميا يضيفون للأنمي طابع أعمق لكن بنفس الوقت كان إلى جانب سلبي راح نعوفها جانب السلبي ونسولف بيه بعديا لأن إذا تلاحظون قصة الأنمي بها عمق حلو جميل ينبني عليه أنمي رائع ممتاز وهذا اللي عجبني بقصة الأنمي لكن اللي ما عجبني أو ما خلق قصة الأنمي توصلني هو طرح القصة نفسها وهذا الطرح كان عن طريق أحداث الأنمي فأحداث الأنمي تبدوية بطلين للأنمي هم موساشي وكوجيرو كوجيرو فرد منبوذ بالنسل البوشي الناس تكره وتستحقره والشخص الوحيد اللي صار صديق إليه هو موساشي والبطلين هذولين ينطلقون برحلة للقتال الأوني وطبعا الأنمي مو فقط بهذه الشخصيتين وإنما أكون شخصيات إضافية متعددة متنوعة وبقصص جانبية مختلفة ومميزة ويبناء جيد لكن تفاعل سيء فعلى الرغم من كثرة الشخصيات والتفاصيل والوحوش وتعددهم وأنواعهم واختلاف قدراتهم ما تم تقديم الأنمي بصورة مرضية فلا القصة بها ذاك التطور العميق ولا بها ذاك التغيرات الجذرية ولا ذاك التعامل الجيد وإحداث الأنمي فتخيل عزيزي المتابع أنت تقدر تعرف قصة الأنمي وكل تفاصيله من مشاهدة آخر أربع حلقات فقط يعني أكو ثمان حلقات ما يصير بيها أي شي قوي أو مؤثر وحتى اللي يصير بيها من مشاهد أو أحداث يظل نفسه يدور بنفس الحلقة ويتكرر على طول حلقات الأنمي يعني ما كو ذيتش الكتابة أو الطرحة اللي يخلي المشاهد يقول واو هذا تغيير أسطوري بالأحداث أو يقول هذا قتال أسطوري أو هذا حوار عميق ما كو هالشي ما راح تلقاب الأنمي إلا بآخر أربع حلقات شوي شوي يصير تحسن بالأنمي زين من غير الأحداث الحوارات هل بيها قوة وعمق الجواب يعني الحوارات تدرج ما بين العادية إلى المكررة وين خليطة بوشي خلينا ندور أوني خلينا نقاتل أوني قتلنا الأوني وتنعاد هاي الحوارات بس بشخصيات مختلفة وما كو غير حوارات قليلة بأحداث قليلة تنعاد على أصابع ريد الوحدة هي المختلفة وبها شي جديد نقدر نقول عنه شي زين بها الحال نقدر نقول أنه الأنمي كله سلبي الجواب لا بالمراض القليلة اللي صار بالأنمي أحداث وحوارات مختلفة كانت هاي الأحداث مميزة وإيجابية صح بعضها بقى مبهم حتى ورما خلاص الأنمي والسبب حتى يحطون إجابات لهاي الأمور المبهمة بالموسم الثاني واللي راح يكون بصيف هاي السنة لكن مثل ما قلت كان بيها جوانب إيجابية ومميزة ومو بس هنا همين أكو جوانب إيجابية بالرسوم وتنوع الألوان كانت زينة والقتالات القليلة كلش اللي صارت كان التحريك بيها جيد لكن القتال كان ينتهي بسرعة من دون وزن نشعر بي الصراحة ما عندي شي ثاني أضيفة زيادة لهاي الفقرة من الفيديو لذلك انتقلواها من الفقرة الحرق فاللي ما شاف الأنمي انتقل الدقيقة الظاهرة أمامكم طبعا وهاي الفقرة حضيف سلبيات إضافية موجودة بهذا الأنمي وكل واحد يتفرج راح يقدر يكتشف هاي السلبيات أكثر لكن راح أكتفي بسلبيات اثنيا واحدة كلش مهمة بالأنمي والثانية الشي ما إلا أي داعي وممطق بنفس الوقت السلبية اللي كلش مهمة بالأنمي هي الأسامي تحديدا أسامي الوحوش فقط الوحش الأول اللي بأول الحلقات والوحش اللي بآخر الحلقات نطو أسامي خاصة بس آني مو هنا مشكلتي مشكلتي هي مصطلح الكيشن ومصطلح الأوني هالمصطلحين يطلقوهن على الكائنات المتوحشة اللي بالأنمي زين ليش مصطلحين بأول الحلقات عبالي أنه الأوني هم التابعين للوحوش الأساسيين والكيشن هم الوحوش الأساسيين نفسهم لكن بعدين صار الوضع عن خربط الأنمي بدأ يكره الكل باسم الأوني ومر كيشن ويرجع أوني زين منه الأوني ومنه الكيشن وليش هالخربطة المضرة بالأنمي وفوق هذا كله بأول حلقات الوحوش البسيطة التابعة للوحوش الأساسية ظهرت بدون بروز هذا البروز اللي يحتاج إليه سيف خاص اسمه كيتتسو يالله يقطعها وبالتالي يتدمر هذا الوحش طبعا هذا موجود فقط للوحوش الأساسية التابعين ما عدهم هذا البروز فعدم وجود هذا البروز معناها موساشي يقدر يقضي عليهم بدون أنه يكون عنده سيف كيتتسو وفعلا هي تسويه لكنه بعدها يجوا وتابعين عدهم بروز وما يقدر موساش عليهم وهذه تعتبر خربطة سلبية لأنه الأنمي مذكر ليش كانوا بالبداية ما عدهم بروز وليش التابعين اللي يجوا وبعدين عدهم بروز أما الشيء اللي ما إلا داعي وهو الشيء الثاني السلبي هو الانحراف اللي صار تحديدا بالحلقة السادسة صح هي لقطة بسيطة قصيرة لكنها ممنطقية وما إلها أي داعي ممكن كانت تصير هاي اللقطة ويصير هذا الحدث لو كانت تسوغومي عايشة وحدها أما اعتمادة على نصيحة أختها الممنطقية فأبسط سؤال هنا أقدر أقولي معقولة تسوغومي تمر بوضع مقلق يخليها تسوي هالحركة المنحريفة الأول مرة بحياتها يعني ما مرة تبهيج مواقف من جانات عايشة بالمدينة وعلى أثر هالموقف تسوي نفس الحركة فالناس يقولون لها لا هذا الشيء مو صحيح فلهذا السبب اللي صار شيء مو منطق أبد وما يضيف للأنمي أي قيمة إضافية يبقى شيء أو جانب إيجابي ووحيد بالأنمي صار بآخر أربع حرقات ويظهور شخصيات شريرة كل شيء وبنفس الوقت مو من الأوني وهمين عرفنا قوة الحجارة السوداء والكائن الموجود بداخل موساشي وارتباطه بأبو كوجيرو ومكانة أبو كوجيرو المبهمة وهمين شخصيات جديدة رح نعرفهم بالموسم الثاني كل هذا صار بآخر أربع حلقات من الأنمي لذلك أقول أنه اللي يشوف الحلقات الأربع الأخيرة من هذا الأنمي رح يكتفي أن يتعرف على الأنمي كلية وعلى كل جوانبه بالنهاية الأنمي عادي وبعض الأحيان يكون أقل من العادي وقليل كل شيء يكون زيان وما عندي ذاك الحماس الشديد للموسم الثاني منه وبيهم إنهواي سلبيات لح تستمر للموسم الثاني وحتى لحد اكتمال الأنمي بالكامل أما تقييم النهائي للأنمي هو 6 من 10 يكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بالمراجعة وبالأنمي وذكروا لي يا أنا متحبون أسهلكم مراجعة عنه وإذا أعجبكم المقطع دعموني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجلس حتى يوصل المقطع لأكبر عدد ممكن للناس وحيشجعني بالاستمرار ونشر المزيد ونشر المقطع بنصدقائكم وحبي الأنمي وتابعوني على تويتر والإنستجرام ومن الأحد ما نشر المقطع القادم أتمنى لكم أوقات سعيدة وتحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر